حديكم نبذة بسيطة عن حياتي بالنسبة لمدينة منصورة وعلاقتي بيها أنا تولدت في المنصورة حبيت الفن في المنصورة الحقيقة بلد عظيمة جميلة وناسها حلوين حلوين طبعاً يعني عنين ملونة وكده أنتم عارفين رحت مراكز ثقافة وأثور ثقافة ومدرسة المشاغبين كمسرحية تفرقت عليها من فرقة المنصورة المسرحية قبل ما أشوفها في التليفزيون أو على المسرح كان ابن خالتي بيأخذني نروح نتفرج على العروض ونستمتع بيها قالت الدرامز اللي أنا بحبها واللي احترفتها في وقت ملاوقات حبتها من المنصورة لأن كان أبناء المنصورة كانوا بيعملوا فرق بيغنوا أغاني إنجليزي وفرنساوي ويتلياني ويوناني بلد جميلة وعظيمة جيت هنا من سنتين ونص علشان أعمل الإعلان اللي شفتوه عن المنصورة الجديدة ما كانش فيه الكلام ده أنا معرفش الكلام ده حصل إمتى بصراحة بجد شيء مبهر والله يعني العالم كله كان بيقابل تحديات وعمال يجاهد ويعمل إحنا هنا كنا في الوقت ده بنعمل إنجازات واضحة اللي مش مصدق مع نفسه بقى من نجدعوا إحنا إنما ده اللي بيحصل فعلا البلد كلها اتغيرت الجمهورية جديدة فعلا أنا مش عايزة طول المنصورة خرج منها ناس عمالقة سيدة فاتن حمامة أستاذ رشدي أبازة الكاتب الكامير أنيس منصور الفنان العظيم شريف مونير يعني بص مش قادر أقول لكم حاجة عظيمة 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 والله كل ده حصل بالإرادة المصرية الإرادة المصرية بجد وسادة الريس قالها وأنا ما بنساش كلمة قالها لإني متابع طول الوقت قال عايزكم تبقوا كده إحنا لو بقينا كده وبنشتغل وعندنا ضمير صاحي كله حيمشي اللي عاجبوا عاجبوا اللي مش عاجبوا القطر ماشي إحنا مش هنقف الدنيا ماشية